لها المجلس المنتخب اللي موجود والجيش الوطني الليبي السلطة أيضا اللي هي تحافظ على أمن واستقرار الدولة الليبية والشعب الليبي هم دول مؤسستين اللي تقدر تتكلم معهم المشير حفتر تلقى دعوة النهاردة من ألمانيا وهيشارك في مؤتمر برلين يوم الحد الجاي هيروح يحضر والسراك كمان هيحضر وهيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيحضر الشيخ محمد بن زايد وليه عهد دولة الإمارات هيحضر الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر هيحضر رئيس وزراء إيطاليا كونتي هيحضر بوتين الرئيس الروسي المشارة ميركل طبعا حضرة جامعة الدول العربية ربما السيد أحمد بغيرت يكون حاضرا أيضا للتحاد الإفريقي أيضا في وفد من التحاد الإفريقي هيكون مشارك التحاد أوروبا هيبقى مشارك التحاد الأوروبي مشارك في كمان الأمريكا مشاركة بس مش الرئيس مش الرئيس الأمريكي لا في وفد أمريكي حق هيشارك فإحنا منتكلم تقريبا والأطراق طبعا حاضر مين حاضر أردوغان هيحضر أردوغان دول الدول اللي هتشارك في مؤتمر برلين أو التمي توجيه الدعوة ليهم أردوغان بيعيط بقاله ثلاثة أيام بقولك بيعيط أنا شايفه هو بيعيط بيسرخ النهاردة في البرلمان بيسرخ 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 الحقونا عادت تتحيل عليهم عايز قطر تحضر فما ردوش علي محدش عبرني قال كده قال يعني قال مصر حاضره وإيطاليا والإمارات حاضره وقعدي ولكن طلبت قطر تكون حاضره طبعا شاركته في الإرهاب طبعا ولكن محدش عبرنا ومحدش استجاب لدعوتنا طب هي قطر وتركيا بيحضروا ليه يعني علاقتهم ايه بليبيا يعني أردغان عايز عدد يبقى موجود عايز حد يسنده عايز عارف السنيد عايز سنيد يبقى جنبه فعايز حد من قطر يبقى بيسنده عايز أصوات لما تيجي تتكلم ومجتمع دولي ونتكلم ويبقى فيه كلمات وفيه مداخلات وفيه هيبقى فيه كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة